بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد سابعاً أعمال القلوب وهي تسعة أبواب باب قول الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ الآية أقسام المحبة محبة مع الله وهي شرك أكبر محبة لله وهي واجبة ومن أوثق عرى الإيمان وهي للعمل الذي يرضاه الله تعالى وهو كل ما جاء به الشرع كالتوحيد وهي للعامل به كالأنبياء والرسل والملائكة والصحابة وكل موحد وهي أيضاً للأزمنة التي يحبها الله تعالى مثل ليلة القدر وثلث الليل الآخر وهي أيضاً للأمكنة التي يحبها الله تعالى مثل مكة والمدينة النبوية ومحبة طبيعية وهي جائزة كحب الولد الدليلان الثاني والثالث وقوله قل إن كان آباءكم وأبناءكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه آباءكم وأبناءكم محبة هؤلاء ليست هي محبة العبادة لكن إذا فضلت على محبة الله صارت سبباً للعقوبة لا يؤمن أحدكم المنفي كمال الإيمان الواجب إلا إذا خلا من محبته حالات نفي الشيء نفي الوجود هذا هو الأصل مثل لا إيمان لعابد صنم فإن لم نستطع الحمل عليه نحمل على نفي الصحة مثل لا صلاة بغير طهور فإن لم نستطع الحمل عليه نحمل على نفي الكمال مثل لا صلاة بحضرة طعام مناسبة الحديث ظاهرة إذ محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله ومحبته صلى الله عليه وسلم تكون لأمور أولاً لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق ثانياً لما قام به من عبادة الله عز وجل وتبليغ رسالته ثالثاً لما آتاه الله عز وجل من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال رابعاً لأنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك خامساً لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة سادساً لبذله جهده بالمال والنفس لأعلاء كلمة الله عز وجل كيف تكون محبته صلى الله عليه وسلم بعد موته بتعلم السنة والعمل بها والدعوة إليها والذب عنها وتقديم قوله على قول كل أحد من الناس والتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم انقسم الناس في المحبة مع الله إلى أربعة أقسام قسم يحب الله ولا يحب معه أحداً وهذا هو الإخلاص وقسم يحب الأنداد محبة مساوية لمحبة الله وهذا شرك أكبر وقسم يحب الأنداد أكثر من محبة الله وهذا شرك أكبر وقسم يحب الأنداد ولا يحب الله أصلاً وهذا هو أعظم الشرك الدليل الرابع إلى السادس وله ما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة المحبة باعتبار العبادة أولا عبادة في ذاتها عبادة المحبة لا تكون إلا لله عز وجل وهي توجب التذلل والتعظيم الذي يقتضي امتثال الأوامر واجتناب النواهي ثانيا ليست عبادة في ذاتها ومنها المحبة في الله ولله كمحبة الرسل والأنبياء عليهم السلام ومحبة الإشفاق والرحمة كمحبة الولد والصغار ومحبة الإجلال والتعظيم كمحبة الوالد والمعلم ومحبة طبيعية كمحبة الطعام والشراب أشرف الأنواع هو الأول أما الباقي فمن قسم المباح إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد فإنها تصير عبادة حلاوة الإيمان ما يجده في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح من أحب في الله فيبغض من أبغضه الله ويحب من أحبه وتقطعت أي تقطعت الأسباب التي يتعلق بها المشركون وما ودتهم للأصنام الولاية وهي قسمان من الله للعبد وتكون عامة وهي ولاية التدبير والتصريف وتشمل المؤمن والكافر وتكون خاصة وهي ولاية العناية والتوفيق والهداية وهي خاصة بالمؤمنين ثانيا من العبد لله وهذه واجبة شرعا قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله المسائل الأولى تفسير آية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الثانية تفسير آية براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام إلا إذا خل القلب من محبته صلى الله عليه وسلم إطلاقا فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخات على أمر الدنيا هذا في زمنه فكيف بزمننا الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب مثل المودة وغيرها من الأسباب التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا وزاد المؤمنون بكونهم أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر